أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح يعد جريمة حرب محذراً أن هناك انهياراً محتملاً للوضع الإنساني في غزة جاءت تصريحات شكري خلال مشاركته ووزراء المجموعة العربية الإسلامية في حوار مع مركز الفكر ويلسون الدولية وذلك على هامش الزيارة الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن استعرض هذا الحوار تدعيات الأزمة في قطاع غزة حيث أشدد وزير الخارجية على أن ما يحدث الآن في غزة يقود القانون الدولي داعياً مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته